أنا كنت ساكن مؤقت في رحط بعمل في أنا في الزراعة في مشاف مفتحين فزوجتي كل يوم الصباح تقريبا الساعة السبعة ستة ونوصف نقطع للعمل فتوصلني للعمل في يوم السابت لو كان سبع أكتوبر كنا بطريقنا للعمل فوصلنا للمفترق مفترق بياخد فيه على شمال المشاب فوصلنا للمفترق ناطي سخوت كان فيه شيرة عد سور ناطي سخوت ففيش لمحة بصر إلا بيجوا 8 فنوئيم هلين كانوا بتعين حماس في البداية احنا ما عرفناش انهم بتعين حماس فبلشوا طخ برشاشات الكلاشن طبوا فينا طخ فحولت اني عنقد زوجتي ولكن هذا قدر ربنا وهذا اللي صار معنا وما انهم طخونا تقدر تقول من مسافة صفر انت بتحكي على مسافة أربع متر او مش مش اكتر من اربع متر والكل شاف السيرتون الفيديو اه فيش مسافة يعني مزاهية وتا شايفة انها عربية انها محجبة مسلمة ترجمونا مع كل هذا والذي التاني والثالث والرابع والثاني والثالث والرابع هم الثمانية برخوا علينا فعطونا كمية الرصاص الكمية للرصاص مرحية الكمية للرصاص التي يوجهوها علينا كفيرة إنها تنزل 200-300 نفر فهذا صار معنا وظلوا ماشيين وكملوا مشوارهم في كتل الناس وكتل هو بداية لما وصلنا المفترق وواجهونا تعيين الابن وعيم دوري مباشرة وصلتنا مع وصلتهم للتي ووجهوا علينا فيما بعد ظلهم مماشيين في طريقهم يصفوا في السيارات في طريقهم فزوجتي على المحل بتحكي لي حمد أنا حس رجلي مش مني حس إشي في رجلي فبطلع في زوجتي زوجتي كبار على إيدي فبطلع في زوجتي على أي رجل أنت بتحكي أنت الراس كله مرساك ماكلى إطلاق في رأس في كتب في شكل اليمين كمعات كل أيتها الإشمار كل أيتك كانت كمعات كل أيتها ماكلى فيها إطلاق لغاية رجلة من تحت كفة رجلة كانت ماكلى فيها رصاص فعلى ما عرفتي وشوفتي للإصابة للزوجتي عرفتي أنه حتى لو كان الامبرانس ماذا لو كان قريبا عنه ثلاث دقائق مش هيقدر ينقد حياتها لأنه الإصابة كانت خطيرة من مرة من مرة الإصابة وانت بتحكيش على طلق أو طلقين انت بتحكي على رشاشات طلقنا علينا على عدة طلق كلتنا زوجتي فمباشرة عرفتي أنه زوجتي رايحة تستشهد فيش مجال حسب الإطلاق حسب الراس حسب بديش أنا حكي على حتى الآن هي كانت قصة قصة دقيقتين وفقدت الوعي مش أكتر من دقيقتين ولأنا عرفت أنها تبقى دقيقتين حسب انت بتحكي على الرأس من مرة ف يا شا دغري مباشرة نطقتها الشهادة فنطقت الشهادة برور واضح جدا نطقت الشهادة أربع مرات والخمسة استشهد فإلا دغري مباشرة لفيت على الباب التاني ونيمت الكرسي مليح وقعدت على الكرسي مليح واتصلت لل للمبلانس اتصلت للبوليس إلا بيحكولي وين أنت موجود قلت لهم هيك من هيك شيئت لهم بيكون فالطلف قال لهم بنوصلك إن شاء الله بنوصلك فحاولت طلف كمان عدة مرات قالوا له حمد أنت بتحكي Fix it in me أنت沒錯 أربع besides الوضع الصعب ودينا واد الوضع و Peace بقدر وجمع هربا هرباء هربائ بتسوئيم تحكي لي أن تقول لي أن هناك هروجيم و هروجيم و هروجيم وبتصغيم هروجيم و هروجيم شايفهم قدام أيني أنا شايف كل السيرت شايف قدام أيني طاق عبواطف ولا أحد يمرس منهم شلتوا على العتاف كانوا ينفوا في العتاف المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة